صحيح المسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا فاطمة ابنته فسارها قبل أن يموت رسول الله صلى الله عليه وآله دعا فاطمة فسارها بأسرار ماذا قال لها؟ نكمل دعا فاطمة ابنته فسارها فبكت ثم سارها فضحكت فقالت عائشة فقلت لفاطمة ما هذا الذي سارك به رسول الله فبكيتي ثم سارك فضحكت قالت سارني فأخبرني بموته فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول من يتبعه من أهله فضحكت يعني رسول الله يخبر ابنته بالغيب بشيء غيبي بأنها ستكون أول أهل بيته لحوقا به ولا يخبرها بأنه لا يرث هل نسي رسول الله؟ ما هذا العجب يا وهبي إرث رسول الله هل هو عام أم خاص؟ بالطبع خاص خاص برسول الله لأنه نبي وهذا الأمر يخص فقط وفقط ومليون فقط لفاطمة لأنها ابنة نبي فكيف لرسول الله يخبر العالم والناس أجمعين بشيء يخص فقط ابنته وهي فاطمة؟ هل يوجد عقل يقبل هذا؟ أنتم تضحقون على من يا وهبي؟ بل أبو بكر كان يضحق على من؟ أبو بكر أضحق العالم عليه وفضح نفسه كيف أبو بكر يعرف هذا الشيء والظهراء لا تعرفه؟ رسول الله دعا فاطمة فصارها دعا فاطمة ابنته فصارها فبكت ثم صارها فضحكت أصرها بكل شيء إلا الأرض إذا كان رسول الله يعلم بأن فاطمة هي أول من يتبعه من أهله فإذا يعرف ماذا سيجري عليها من بعده؟ يعرف بأنها ستغضب يعرف بأنها ستخرج ضد أبو بكر رسول الله علم ما سيجري على الحسين وكيف سيقتل وأين سيقتل وهو طفل صغير يلعب أمامه وأيضا أخبر الإمام علي كيف سيقتل فإذا كان رسول الله يعرف كل شيء لأن الله أخبره بالغيب فكيف لا يخبر ابنته وهو يعلم بأن شيء عظيم سيقع لابنته يجعلها تغضب وتموت وتهجر حبيبه والصديق وأبو بكر الصديق لماذا لم يقل لها يا بنيتي أنت ستموتين من بعد نحن معاشر العنبياء لا نورد فلا تطلبي شيئا ولا تخرجي لماذا أخفى رسول الله هذا عن ابنته؟ وهذا واجب رسول الله تجاه ابنته يعني يخبر ابو بكر عن أمور الوراثة التي لا تهمه أبدا ولا يخبر ابنته؟ ما هو جوابكم يا وهبي على هذه الإشكالات؟ نعيز ما قال ابو بكر صحيح البخاري فقال لها أبو بكر إن رسول الله قال لا نورث ما تركنا صدقة إخبار رسول الله لأبي بكر أنه لا يورث ماذا يعني؟ لماذا يخبره أصلا؟ إلا إذا كان هكذا يقول رسول الله لأبي بكر تعال تعال اسمع يا أبي بكر نحن الأنبياء لا نورث فإذا جاءتك فاطمة من بعد تطلب إرثا فقل لها نحن الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة هذا هو التفسير الوحيد الذي وجدته من إخبار رسول الله لأبي بكر بهذا الشيء هل يعقل هذا الكلام يا وهابي؟ أليس هذا جنود؟ تخيلوا ونعتذر من رسول الله رسول الله يذهب إلى أبي بكر ويقول له يا أبي بكر نحن الأنبياء لا نورث سيقول له أبو بكر هذا الأمر يا رسول الله لا يهمني لأنني لست ابنا لك فلماذا تخبرني به؟ هل أخبرت به فاطمة؟ اذهب يا رسول الله أسرع إلى فاطمة أخبرها بهذا الأمر لكي لا تأتيني من بعدك تطلب مني إرثك سيقول له رسول الله لا أنا لن أخبر فاطمة أنا فقط أخبرك أنت يا عقل هل يعقل هذا الكذا؟ هل هذا نبي له عقل؟ نعوذ بالله أستغفر الله من هذا الكفر الصريح لا توجد ديانة في العالم تسيء إلى رسول الله مثل أهل السقيفة هذا اتهم واضح وصريح لرسول الله وهذه أكبر وردة تسقط دينكم يا وهابي الله وكل هذا لتحافظ على كرامة أبي بكر الذي استولى على كل شيء وفضح نفسه وجعلكم تتخبطونا في كل شيء ترجمة نانسي قنقر